ايضا نروح لخبر مهم جدا من الاخبار الحلوة والاخبار الاجابية النهاردة في تدريب اليوم مع مستر موسيماني في تدريب الفريق الاول لكرة القادة بالنادي الاهلي النهاردة تم تصعيد 12 لاعب من قطاع النشيء بالنادي الاهلي ما شاء الله انجاز كبير لما تشوف دلوقتي خلال فترة التوقف خلال فترة التوقف دلوقتي فيه منتخب الاول ومنتخب الولمبي ومستر موسيماني عينيه على قطاع النشيء بالنادي الاهلي عايز دايما يصعد وإحنا شفنا أول ما جاء مستر موسماني وكان فيه فرصة خلال موسم اللي فاته إنه يدي للعيبة في قطاع الناشئين إدى لعيبة وإداءهم في ظروف صعبة ولعبهم وعنده ثقة دايما في الناشئين كمان الحاجة التانية وهقولها لحضراتكو كده وإحنا كنا موجودين في كاس العامل دي جماعني بمستر موسماني يعني حديث لمدة خمس دقيق وقال يعني بالنسبة لبرنامج الأشبال عايز أنفرد معاكو إن أنا عايز أعمل زيارة في يوم إن شاء الله لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي عايز أقضي اليوم ده مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وعايز كتغطولي الحدث دو عايز أنزل مع كل الفرق وعايز أكون موجود مع الأكاديمية أيضا في مدينة نصر وعايز أحسس اللاعب الناشئ إنه هو قريب من الفريق الأول وكمان قال لي عايز أروح وحتى أخذ الجهاز المعاون معايا ونروح نلعب مباراة كرة خمسية هناك مع الناشئين في مدينة نصر عايز الناشئ يحس إنه هو قريب من الفريق الأول ده شيء طيب جدا وده شيء دايما بيزرع الأمل عند اللعيب لما دايما يشوف المدير الفني بتاع الفريق الأول قريب من قطاع الناشئين فدايما الصعود سهل ده اللي عمله النهاردة مستر مسماني بتصعيد 12 لعب ليه الفريق الأول ده شيء إيجابي وشيء بينعاكس على قطاع الناشئين والشغل الكبير عايز أقول لحضراتكو الأسماء علشان أذكركم دايما بالأسماء اللي بتطلع علشان في يوم من الأيام اللعيبة دي هتكون هي القوام الرئيسي للنادل أهل وقوام الرئيسي لمنتخب مصر بعد كده في حراسة المرمى أحمد طريق سليمان ومحمد أشرف ده باكليف من اللعيبة المميزة 2001 وكان باكليفت الأساسي لمنتخب الكابتر ربيع ياسين آآ عندنا أيضا أحمد أشرف لعيب مميز جدا أحمد أشرف عندنا محمد حسام ميدو قلب دفاع عندنا حسون محمد ده خط وسط مدافع وعندنا أحمد سيد عبد النبي وفتكروا الاسم ده معايا ده باكريت ما شاء الله حاجة يعني ممتازة أحمد سيد عبد النبي موليد 2002 وكان بيصعد مع منتخب 2001 مع الكابتر ربيع ياسين أيضا عندنا من المهاجمين أحمد سيد غريب ما شاء الله ما كانت أهداف أحمد سيد غريب عندنا وليد مصطفى جناح أيمن مصطفى إلياس قلب دفاع وأحمد الشامي مهاجم موليد 2000 وأيضا طبعا معاهم من فترة دول عشر اللاعبين ومن فترة طبعا حمزة علاء موجود وأحمد نبيل كوك حمزة علاء كان موجود يعني منذ فترة مع مصطفى الشبير في الفريق الأول ونضم معاهم كمان في كأس العام الأندية وكمان أحمد نبيل كوك ما شاء الله يعني خامة مبشرة وخامة مميزة وكان موجود في المباراة الأخيرة في مباراة فيتا كلوب لفاز النادي الأهل فيها 3-0